عايزة كده النهاردة أقول لكم معانا آخر فقرة تكون فقرة خاصة جدا لازم كلكوا تتفرجوا عليها الفقرة دي الحقيقة اللي صورها مين زاميلتي العزيزة سارة حنفي اللي عادة جنبي الأمر اللي منقوارها دي بس عايزة أقول لكم بجد لما تشوفوها أنتم مش هتصدقوا نفسكم أنا نفسي إحنا عندنا جروب كده عاملين جروب للمزيعات والإعداد لما اتبعت البرومو بتاع الفقرة دي اللي هتشوفوها عايزة أقول لكم الفقرة إن شاء الله تبقى حلوة جدا وما صدقت السارة سارة نزلت باعت أو بتاعت بقى فول فول بالزيت الحر وفول بالسلطة واللي هو اسكندراني وبصها لغدر كان حرش قوي بسي أنا ملحيتش هو عثمان قام بالوجب بصراحة كان لعربية كلها أعداد عن درس وكان لعربية كلها مزبلناش حاجة خالص بس طبعا يا جماعة اللي أنا خرجت منه في الحلقة دي إنه ستة عندها 73 سنة ووقفة بقالها 40 سنة على العربية فول بتعول 14 ولد منهم 40 حفيد هي اللي بتصرف عليهم طبعا هم بيساعدوها في الشغل بس حقيقي لما واحدة عندها 73 سنة وبتشتغل الشغل المتعب والمرخ ده بتقولي أنا بنام على نفسي وأنا وقفة يعني يعني مش عايزة بقى أشوف شباب عندهم عشرينات أو تلاتينات بيتزمروا من عدم موجود شغل أو بيتزمروا لهم بيشتغلوا والإنكم بتاعهم مش على قد المجهود لهم بيعملوا فدي مشكلة بس أنا بلاشة كل مسؤولين يتفرجوا علينا في حاس الأبيض أرجوكوا حاولوا إن انتوا تساعدوا الستة دي هي عندها طلب واحد بس عايزة تصريح عمل تصريح عمل لإن هي بتشتغل مهنة أو يعني بتمتهن مهنة شريفة جدا بتعول جزها المريض وبتعول أولادها والأربعين حفيد هي مش عايزة حاجة يعني مش عايزة مساحة تصريح عليها مش عايزة رجال عملت مثلا تجيب لها شقة لا هي عايزة تشتغل وعايزة تصريح بس هو ده اللي عايزة صح بس كده هو ده اللي هي طلبه من الموضوع وإحنا في عسل أبيض وقفين جنب الحجة أو محمد وبنطالب كل مسؤولين يريد تتساهلوا حتى لو مش من يعني أحيانا بيكون في روح القانون بتغلب على القانون نفسه فتتساهلوا معاه لأنه هي حقيقي محتاجة للشغل جدا ولا تعلم أي شيء عن أي شغل أو عن أي مهنة تانية في الوقت بقى 40 سنة غيرت بتمتهن هذه المال